السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي ايه التحليل المفروض الدكتور يطلبها من المريض اللي عنده سكر فأول زيارة ليه في العيادة في خمس حاجات بيعملهم الدكتور جوه العيادة وخمس حاجات بيعملهم المريض برا العيادة أو في المعمل الحاجات اللي جوه العيادة أول حاجة الدكتور بيقس له الوزن بيشوف الوزن بتاعه قد إيه بيقس له الضغط بيعمل تحليل سكر عشوائي بيعمل فحص القاع العين عشان يشوف الشبكية أو ممكن يحولوا للدكتور عيون وبيعمل رسم قلب أو تخطيط قلب اللي هو الـ ECG وخصوصا للناس اللي فوق الأربعين سنة وكبار السن والناس اللي عندهم مشاكل في القلب برا العيادة المريض بيعمل خمس تحاليل مهمين جدا في المعمل أول حاجة سكر صايم وسكر بعد ساعتين بعد الفطار بساعتين والسكر الضرقمي اللي بيشوف نسبة السكر في الدم لمدة ثلاث شهور فاته تاني حاجة بيعمل تحليل بول عشان يشوف نسبة السكر في البول بيشوف نسبة الألبومين في البول ويشوف كمان هل في صادت في البول ولا لا ولو في صادت بيعمل مزرعة بول تالت حاجة بيشوف وظائف الكلا بيشوف نسبة الكرياتين في الدم قد إيه رابح حاجة بيشوف وظائف الغدة الدرقية وخصوصا هرمون المحفز للغدة الدرقية خمس تحليل هو تحليل الدهون السلسية وتحليل الكوليسترول في الدم دي أهم التحليل اللي المفروض الدكتور يطلبها من المريض اللي عنده سكر أول زيارة ليه في العيادة تمنى أن يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شعاره لغيرك المرة الجاية هنتكلم عن أهم التحليل اللي الدكتور بيعملها لمريض السكر كل ستة شهور أو كل فترة علشان يتابع معاه تمنى أن يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شعاره لغيرك بتمنى لكم الصحة والعافية كم معكم دكتور طريق تركي استشار راحت العزوان من هنا بالقدم والقدم السكرين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته